السلام عليكم ورحمة الله وبركاته معنا اختبار لمادة الكيمياء للصف الاول الثاني ومصرات الفصل الدراسي الثالث موجود على القناة اكثر من اختبار لمادة الكيمياء للصف الاول الثاني ومصرات اختاري الاجابة الصحيحة من بين الاقواس وضالب او طالبة اختاري الاجابة الصحيحة من بين الاقواس يوجد غاز الأوزون في طبقة الستراتوسفير الميزوسفير الإكسوسفير الستراتوسفير ما فرع الكيمياء الذي يستقصي تحلل مواد التغليف في البيئة الكيمياء الحيوية الكيمياء العضوية الكيمياء البيئية ميثاق يقضي على إنهاء استعمال مركبات الكولوروفلوروكربون عند دراسه اثر درجة الحرارة في حجم بلون وجد أن حجم البلون يزداد عند تسخينه فإن المتغير المفتقل هو درجة الحرارة حجم البلون كمية الهواء في البلون درجة الحرارة ما الشيء الذي يجب أن تفعله أثناء العمل في المختبر إعادة المتبقي من المواد الكيميائية غير مستعملة إلى العبوة الأصلية استعمال كميات كبيرة من الماء لغسل الجلد الذي تعرض للمواد الكيميائية قراءة المكتوب على العبوات قبل استعمال محتواتها طبعا إعادة المتبقي من المواد الكيميائية غير مستعملة إلى العبوة الأصلية قارن بين البحث النظري والتطبيق من حيث المفهوم وجه المقارن مفهوم العلمي البحث النظري بحث يجرى لحصول على المعرفة من أجل المعرفة نفسها البحث التطبيقي بحث يجرى لحل مشكلة محددة اكتب أو اكتبوا تفسيرا علمي لكل من سبب استخدام العلماء الكتلة بدلا من الوزن في قياساتهم لأن كتلة الجسم تثبت في أي مكان بخلاف الوزن الذي يختلف من مكان إلى آخر بسبب تأثره من الجاذبية يعد الأذن مهما لأنه يحمل كائنات الحية من أشعة الشمس الضارة مثل الأشعة فوق البنفسجية فكر العلماء أن مركبة الكولوروفلوروكربون لأنها غير سامة لا تتفاعل مباشرة مع المواد الأخرى ضعي علامة صحة أو ضع علامة صحة أمام العبارة الصحيحة وعلامة خطأ أمام العبارة الخاطئة من الأمثلة على البيانات النوعية درجة الحرارة خطأ منقبات الكولوروفلوروكربون مكونة من فلور وكولور وكربون صاب تصنف الأفكار بأنها مادة خطأ الفرضية عملية لجمع المعلومات خطأ الطريقة العلمية هي طريقة منظمة تستعمل في الدراسات العلمية صواب ضع علامة صحة أمام العبارة الصحيحة علامة خطأ أمام العبارة الخاطئة في المخلوط المتجانس تكون مكوناته تمزج بتركيب ثابت وبانتظام شكل وحجم المادة في الحالة الغازية غير ثابت وقوى التماسك بين الجزائيات قوية جدا يعد ناتج مواد بلاستيكية مقاومة للحرارة لاستعمالها في الأفران المنزلية من البحوث النظرية الكمية الحرارية هي التي تدرس المواد التي تحتوي على كربون عند ذهبا ملح في ماء ضرية حرارة من ضرية مأوية فإن المتغير التابع هي ضرية الحرارة إن شاء الله نكمل بقية للاختبارات والمراجعة لمادة الكاميرا الصف الأول الثانوي في الفيديوهات القادمة أتمنى لكم التوفيق شكرا لكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته